مرحبا للجميع حبيت اسجل هذا الفيديو ومبعد درس كمان جاء الان لولد صف ثاني بكى عندي ومارضيش يعني مستواف العزف كثير حلو ممتاز وتقدم وممتاز جدا حتى انه يعني التمرين مش كيف ما انا بدي مية في المية ولكن التقدم موجود عنده ليش هذا الاشي غير طبعا الولد شاطر وهي الامور تمام ولكن لانه في منهجية قضية المنهجية مرات الاهل بيجوا او الولد بيجي بده يعزف بيفكروا انه لازم هسه بدي هسه اعزف مقطوعها خليه يعزف مقطوعها خليين بسط فيها خليني مش عارب شو ايه فبيجي عشان زي ما تقوله نزوي هيك وبده تطلع وخلص وجهزين فلما الاشي بنبنى بمنهجية هذا ممتاز لانه برضو بعلم بالولد لما بطلع عالجامعة وبيدي فوت عالقورس بعلمه يصبر ويدرس مظبوط وتاينجز مظبوط اي اشي بعمله في الحياة بعرف انه هو مبني من خطوات مبني من واحد اثنين ثلاثة عشان اوصل اربعة فهاي النقطة جدا مهمة كثير بعرف ناس انا طبعا انا حبيت اصوري الولد عصوره يازف بس هو بتدوش فطبعا انا احنا بنحترم هذا الاشي لما الولد بدوش خلص ايه فقضيها انا بعرف ناس بتعزف بيعزفوا على مقطوع واحدي مثلا على الالي بس مقطوع واحدي وفيش عنده سيطرة على الالي اصلا ليش لانه اجا بدو يكفز كفزي مش عارب ايش بدو يعزفه هسا مرات احنا بنعمل ايه برنامج خاصة انا بكتب برنامج ان كان لأي تقالي بكتب برنامج خاصة وبتابع الطالب ما هو البرنامج بنكتبش وخلاص تكتبه بتعمله يعني بتأديه اه وبعدها بدك تيجي وتعمل عليه تعديلات اه حسب تقدم الطالب فهذا قضية الخطوات هاي قضية جدا مهمة مرات الاهل بيجي هم اكتر من الولد بدهم الاشي الطريقة الخاطئة فهذا بيزبطش حبيت انا لانه طلعت من الدرس وكثير وانا مبسوط لانه الطريقة لما المنهاج مزبوط في عندك نتائج نقطة في تعاون في تحمل وصبر هذا قضية هاي قضية مهمة الاهل مش مهم يعني بدكم تصبروا عشان تطلع النتيجة هاي فنون اداء يعني في عازف عادي وفي عازف بمستوى جدا عالي واحترافي وبقنعك وبكون في دسم في العازف تمام اللي بسمعه اليوم بكثير اوقات كثيرة بسمع اشياء بصراحة نشازات عازف غلط والولد واهله مفكرين انه كل شي مية في المية بس هالاشياء طبعا بشوفها مش في هتروفوني هتروفوني في الشي في الشي مزح في هاي الاشياء عنا احنا ولكن ليش لانه انا بدي اجي انا بالو مش يمكن معلم ماذا ولكن مش مسيطر انه بديه ولكن لما احنا بنشتغل شغل مزبوط وبيكون في منهاجية في الشغل فهذا بكون الشغل الصح لانه بعلم الولد مزبوط وبتظلها المعلومات والمهارة معها لفترة اطول تمام فاذا هو بتمرن برضو الاشياء الثاني بتتم برضو هاد اشي بظله مع كل الحياة ولكن انا حبيت اسجل هاد الفيديو بس عشان يعني لانه انا مبسوط انا طالع من الدرس وانا مبسوط ليش لانه في اثباتات في الحقل انه المنهجية مزبوطة الاهل متعاونين في نفس وفي خطوات والولد بصير مقتنع هو نفسه مقتنع انه الخطوات اللي انا بعملها هي هاي الخطوات المزبوطة مش خطوات اللي هي هيكا مكافزة تمام اياتا شيء بدو ينبنى عن نجاح ويستمر بنبنى ببطء صح ولكن بشكل مزبوط مدروس عارف وين انا الرايح كل اشي بنبنى هيكا بوم طاخ سلامات ما بزبط يعطيكم الف عافية موسيقى